اهلا و سهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة من رامجكم عدسة ثراء و من خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات و الأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية و الثقافية و الدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه و من استنى بسنته و اقتفى أثره إلى يوم الدين حبائي المشاهدين الكرام إن من قدرة الله عز وجل وكرمه و منته على خلقه سبحانه وتعالى أن جعل السنة فصولا صيفا و خريفا و شتاء و ربيعا فصولا مختلفة تختلف هذه الفصول لمنفعة العباد والبلاد طعام و فاكهة في الصيف و طعام و فاكهة في الشتاء و هذا كله من رحمة الله عز وجل بخلقه و من منة الله عز وجل وكرمه بعباده فصل الشتاء فصل مبارك كان السلف الصالح ينعمون بفصل الشتاء و يحبونه حتى كان ابن مسعود رضي الله عز وجل عنه يقول مبينا أن فصل الشتاء فيه خير لعباد الله عز وجل يتحدث عنه و يقول أن فصل الشتاء ليله طوين للقائم و نهاره قصير للصائم فينعم بفصل الشتاء أهل الطاعة و النبي عليه الصلاة و السلام سمى الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة كما في مسند أحمد من حديث عامر ابن مسعود الجمح رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة و السلام الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة يعني الغنيمة الباردة الغنيمة الباردة يعني التي يتحصل عليها الجيش من غير تعب ولا قتال ولا مشقة فالشتاء هو ربيع المؤمن يسرح فيما يدين طاعاته و قرباته بكل سهولة و سعادة لما في الشتاء من نهار قصير إذا صامه الإنسان لا يشعر بتعب الصدر و من ليل طويل يستطيع أن ينام و يقوم يصلي و يقف بين يده الله عز وجل و ينام مرة ثانية لطول الشتاء لذلك كان السلف الصالح يحبون الشتاء و يحرصون عليه في الشتاء يتذكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه نعم و الأنعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون نعم الله عز وجل علينا كثير لو تأمل الإنسان في فصل الشتاء في أحوالنا عندنا و لله الحمد بيوت تؤوينا و ألبسه تحمينا فينبغي على الإنسان أن يتدبر هذه الأشياء و هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا و يستذكر أحوال إخوانه المسلمين المستضعفين في بقاع الأرض أهل المخيمات الذين هدمت بيوتهم و ضاعت أمتعتهم في فقر و عوز و يذكر ما هو فيه من نعمة و فضل حتى ينفع إخوانه فالله الله بتذكر أحوال إخوانه و أن ينفعهم بما يستطيع في فصل الشتاء أيضا يتذكر الإنسان أمرا عظيما عندما يشتد البرد و يشعر الإنسان به يخاف من ربه سبحانه و تعالى نعم لأن الله عز وجل قد نوع أصناف العذاب للكافرين و المشركين فالنار كما أن فيها لهب يحرق كذلك فيها برض يحرق قال الله عز وجل مبينا ذلك هذا فليذوقوه حميم و غساق يقول ابن عباس رضي الله تبارك و تعالى عنه في تفسير الغساق قال هو الزمهرير البارد الذي يحرق من شدة برضه نسأل الله السلامة و العافية فالصحيحين من حديث إبي هريرة يبين النبي عليه الصلاة و السلام ذلك فيقول اشتكت النار إلى ربها سبحانه و تعالى فقالت أكل بعضي بعضا فأذن الله عز وجل لها بنفسين نفس في الشتاء و نفس في الصيف يقول عليه الصلاة و السلام فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم و أشد ما تجدون من البرد من برد جهنم نسأل الله السلامة و العافية هناك أمور ينبغي أن يتعرف الإنسان عليها في فصل الشتاء من هذه الأمور ربما يصاب الإنسان في فصل الشتاء بالمرض لشدة البرد و ما يصحبه من هذه الأفات و هذه الأمراض فربما يمرض فينبغي على الإنسان أن يصبر و أن يتجلد لقدر الله سبحانه و تعالى و لا يتعدى على أقدار الله بعض الناس ربما يمرض فيصب المرض المرض و هذا لا يجوز ولا ينبغي فصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم السائب رضي الله عنها و قد مرضت أتى يعودها فقال لها ما لك يا أم السائب تزفز فينا يعني ترتعدين قالت إنها الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد يعني النار كما تذهب النار النار خبث الحديد كذلك الحمى تذهب خطايا بني آدم فلا تسب الحمى هذا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام على أن لا يسب الإنسان المرض إذا وقع في مرض في فصل الشتاء لشدة البرد أو نحو كذلك ينبغي على المسلم أن يتفطن لأمر الوضوء ربما لشدة البرد لا يسبغ المسلم وضوءه ولا يهتم لرسل أعضائه جيدا وهذا لن ينبغي أبدا ويعرف أن إسباغ الوضوء فيه الأجر العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى وصيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره برد والمياه باردة وأن تقومت صلاة الفجر إسباغ الوضوء في هذه أو في هذا الوقت في هذه الحالة يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مر باط أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك من الأحكام التي ينبغي أن يتعرف عليه الإنسان في أصل الشتاء أن يعلم أن النار عدو لنا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك النار عدو لنا الصيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن بيتا احترق على أهله في المدينة فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك أخبروا أن هناك بيت بيوت أهل المدينة احترق على أهله فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار إنما هي عدو لكم إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها فيمغي على الإنسان كثير من أهلنا في فصل الشتاء إذا أقبل فصل الشتاء يوقدون النار في البيوت في الدووين وربما ينامون ويتركون النار لا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إذا أوقتت النار في المخيم في الدونية في الصالة عندك إذا أوقتت النار الفحم لتستدفئ به إذا فعلت ذلك بعض يجعل الدفاء الكهربائية يجعلها تأخذ نفس الحكم الحكم وبعضها العلم قلة هذه المدفاء الكهربائية لا تأخذ نفس الحكم لكن الأطباء بيّنوا أن تركها يسبب المرض يعني ترك هذه المدفأة تعمل أن تنائم وتقوم تخرج من المكان هذا إلى مكان برد ربما تسبب لك المرض أما أن يجعل الإنسان عليه غطاء أفضل من ذلك المهم أن هذه النار لا يتركها الإنسان وينام كما بيّن وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فهذه من الأحكام التي ينبغي أن يتعرف عليه الإنسان في فصل الشتاء هناك أيضا أحكام مهمة جدا ينبغي أن يتعرف عليه الإنسان في فصل الشتاء وهذه من رحمة الله عز وجل أنتم تعرفون أن الله عز وجل ما شرع شريعة ولا أمر بشيء إلا وفيه منفعة للعبد سواء علم الحكمة منه أو لم يعلم إلا أن كل ما شرعه الله كل ما أمر الله به كل هذه الأمور فيه منفعة وخير للعبد إذا التزم أمر الله عز وجل واحتكم إليه وإتمر بأمره وقام منفذا أوامر الله عز وجل فإنه يسعد فإنه يفوز برضى الله سبحانه وتعالى فكل هذه الأحكام التي ذكرناها والتي سنذكرها من الأحكام كلها إذا تدبر الإنسان حاله وأمره يجد أنها نثعة له أول شيء فيها طاعة لله سبحانه وتعالى الأمر الثاني فيها نجاة نفسه فيها نجاة نفسه إذا فقها أحكام الله عز وجل وتدبر أوامر الله سبحانه وتعالى ولعلنا في حلقة قادمة نذكر جملة من هذه الأحكام التي تخص فصل الشتاء هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم واجزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة